في ناس كتير هتقول طب ما احنا عايشين ده اه يبقى احنا لازم نغير ده نقف لازم نقف ومعنى ان احنا نقف ان احنا نكلم شريك حياتنا ان احنا نتفاهم ان احنا نخرج من ده في ناس كتير بتحس ان لا ما فيش حل لكن احنا بنحس مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ان فيه امل على طول حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحقرنا من المعروف شيئا ولو انطلق اخاك بوجه انطلق يعني ممكن يكون حل الاحتراق ده ان انا ان انا اتكلم مع شريك حياتي وانا في حالة استبشار ولازم نعرف ان الانسان اللي بيشعر بالاحتراق بيحس ان هو تائما مطالب ومش من حق ان هو يطلب حاجة واول شيء بيفقده الشخص المحترق ده الحلم بيفقد حلمه ويفقد رؤيته للنفع اللي ممكن يقدمه للاخرين ويفضل هو حاسس ان هو ما بقلوش قيمة ولا لي لازم لان الفكرة اللي بيفكر فيها هي فكرة التنازلات وإيه اللي بيحصل ويبتدي يتنازل لكن في الحقيقة هو مش بيتنازل هو بينزل وبيقل ويحترق يبقى لازم ناخد بالنا عشان ما نوصلش للاحتراق ومن اول ما نلاقي نفسنا بدعنا في مشوار الاستهلاك لازم يكون لنا وقفة نعرف ازاي اننا في علاقة مستهلكة عندنا ثلاث حاجات بتوضح جدا ان احنا في علاقة مستهلكة اول حاجة الضمان كل واحد بيضمن شرك حياته لما شذوق يضمن شركة حياته لو سمحت اعرف ان انت كده بتستهلك اعرف كده ان هي هتحترق يعني ايه يضمنها موجودة في البيت مش محتاج اهتمام يعني احنا موجودين من في البيت لكن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ان الاهتمام ده امر مهم جدا طب هي تعمل ايه هو الاهتمام بيتطلب او بيتطلب الاهتمام ده حق الاهتمام بين شركاء الحق حق فيطلب يطلبه الرجل وتطلبه المرأة ده حق فعشان كده الضمان مش معناه ان انت تسق في اخلاقها لا الضمان معناها ان هي هتروح فين يعني ما قاعدة في البيت هو هيروح فين موجوزي الضمان ده بيخلي الشخص يحترق من غير ما ندري ليه لانه بيحس ان الجواز خلاص انتهى ففكرة الضمان ده بتحسسه ان الجواز انتهى فبيحس انه واحترق وده مش معناه انك تشك ان احنا نشك بعض ولكن المعنى اياك ان تراهن على المخزون العاطفي والانساني في قلب شريك حياتك حتى الكلام ده مع اولادك على فكرة الحياة التانية اللي بتحسسك بالاحتراق هو التفسير اللي هو من وجهة نظر واحدة احنا بنفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للحياة اللي لما طلبت الزوجة من زوجها انه هو يروح يسلم على اهلها فشاف ان السلام على اهلها ممكن يحصل فيه رفض فإن اللي حاصل فمشاهرة فلما رعاش مناش عيرها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسي يعني إن اللي حاصل انت كنت تشعر ازاي لو اني زوجتك مرديتش تسالم على اهلك هي بقى بتشعر ازاي ان هي انت مش مقدر رؤيتها تحس ان هي بتحترق وتفضل تكتم في نفسها وتحترق واحد المعاني الرئاسية في فهم الحديث انك تتوقف عن فهم الامور من وجهة نظرك انت بس مش بس ان انت تقدر الخيل لاخوك لكن لا ما تشوفش حاجة من وجهة نظرك انت بس الحياة الثالثة اللي احنا لازم نعرف ان هي كمان بتوصلنا الى ان احنا نحس بالاحتراق ان احنا ما نعليكش ضيق الوقت يعني احنا عندنا اعمال كتيرة 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 ومش بنقعد في البيت وبنسيب الاعمال دي تاكل حياتنا وما فيش اجازات وما فيش خروج مع بعض وما فيش ما فيش ما فيش في اللي يحصل فالحياة بتضيع بتستهلك وبيحترق لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهلي وانا خيركم لأهلي يعني ايه رسول الله سامع يزول لنا اوعوا تفتكروا اني عباء الرسالة واعباء الأمة شغلتني عن أهلي فانت لازم تلتفت اني فكرة اني المشاغل كتيرة وما فيش وقت وما فيش وقت لأسرتك ده نوع من انواع الاحتراق وانك تفتكر اني اعمال البيت واعمال الأولاد دي مش بيخليك تهتم بنفسك او تهتم بجوزك ده شكل من اشكال الاحتراق هنيجي بعد كده نبص اللائل لتنين الرماد فلذلك احنا مش هنطوك المسألة مسألة للزمن الزمن مش هيجي غير بمشاغل جديدة احنا لنازم نغير خطتنا في التعامل مع الوقت لان العواطف بتستهلك تحت وطقة الغياب واحنا عندنا عبارة لطيفة جدا جدا البعيد عن العين بعيد عن القلب فبتتآكل العواطف وكل واحد فينا بيستبدل كل واحد فينا بيستبدل الاخر بأشياء كتيرة ترجمة نانسي قنقر